السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم الى فيديو جديد لازلت متابعة معكم في سلسلة الاسبكت نوي كتاب لير بوخ بيتسفاي طبعا نحكي عن اللغة الألمانية طيب حاليا وصلنا الصفحة 15 طيب خلين نتابع في هذا الكتاب أول شيء التمرين 4A بقول لك فيرشتيهن ميس فيرشتيهن فيرشتيهن معنى فهم ميس فيرشتيهن عدم الفهم فهم ميس فيرشتيهن معنى فهم ميس فيرشتيهن بمعنى نفي يعني ما هي الاحتمالات التي تعرفها في اللغة الألمانية لنفي شيء ما بعدين كاتبين زاملنزي أو قم بجمع دي ريدة مثل أو عبارات ان اينس بي هلفن كانوا نبونوا يعني العبارات الموجودة في اينس بي أو تمرين ال اينس بي بتساعدك بعدين كاتبين نشت نشت للنفي يعني لا أو لم يعني القصود ان نشت كلمة تستعمل للنفي طيب بعدين القسم الثاني أو على يمين كاتبين شبراخ ام التاق أو اللغة في الحياة اليومية شبراخ عفون بيقول لك نشت اون ناين نشت اون ناين تنتهيب نفس المعنى للنفي مثلا بيقول لك انتشولي جون او المعذرة داس مخت دوخ نيست أفهم داس مخت دوخ نيكس طبعا هم كاتبين ناين او ني اكس هون واحد بيقول انتشولي جون او المعذرة الثاني بيقوله لا يهم طيب سؤال الثاني بيقول كونس دوميت هل ستأتي معنا بعد كاتب الكلمة نو إش هابا لايدر كايند سايد طبعا هاي النفي كأنه هون مع اللهجات اللي بستعملوها الناس يعني ممكن يستعملوا نيكس ممكن يستعمل نو ممكن يستعملوا ني مثلا الجملة الأخيرة هون بقول أو الجملة الثانية يعني هل ستأتي معنا كاتب نو إش هابا لايدر كايند سايد يعني للأسف ليس لدي وقت كينز دو إين يعني هل تعرفه بعد كاتب ني نوخ نيكي زين يعني لم أره مطلقا طيب هاي أول قسم بين القسم اللي عليه صار والقسم اللي عليمي بعدين التمرين ب كاتبين يعني قم بنفي الكلمات التي تحتها خط بعدين كاتبين هون مثلا إش هابا شون اين مال اين انتر كولتورنس ميس فرشتينس إرليبت طبعا صراحة أنا حيان بخربطوا اللغة فمن تكونوا اش تواخدوني يعني المفروض تقروا الكلمة مثل ما هي بس أنا إذا خربطت يعني فالمفروض أنت تقرأها بشكل صحيح المهم إش هابا نوخ عفوا شون اين مال بقول لك شون لفي شون اين مال شون اين مال نوخ ني يعني شون اين مال مرة واحدة نفيها مطلقا نوخ ني طيب اش هابا شون اين مال اين انتر كولتورنس ميس فرشتينس إرليبت فيك تقول إش هابا نوخ ني اين انتر كولتورنس ميس فرشتينس إرليبت يعني لم أعش اي سوء فهم مطلقا بين الحضارات او بين الثقافات عفوا طيب التمريد الكلمة الثانية او الجملة الثانية يعني هل هذا المشروب يحتوي كحول لنفيها مت الكحول النفي بصير اون الكحول يعني يعني طيب الجملة الثالثة يعني لقد عاشها خلال الرحلة او خلال السياحة شيء غريب عكس نكاتب يعني يعني عاش خلال الرحلة شيء غريبا او لم يعش خلال الرحلة مطلقا شيء غريبا طيب الجملة الرائعة هات يمن اتفاس إنليش إرليبت يعني نحطيني الخط تحت يمن يمن نفي تبعها او انا نفي تبعها خلال الكورس نيمان يعني يمن نفي تبعها نيمان طيب الجملة الخامسة يعني نستطيع عند تفاهم او نحشي اكثر حول هذه المسألة طيب طبعا النفي تحت كلمة نوخ. النفي تبع نوخ بكون نشت مير. طيب هدو الأول خمس جمال يعني شون اين مال بكون نفي تبعها نوخ ني. مت بكون نفي اونة. ادفاس بكون نفي تبعها نيشت. يمن نفي تبعها نيمن. نوخ نشت مير. طيب الجملة السادسة نقول لك داس فار بشتمت اين مسفرشتينس. يعني كان هذا اكيد يعني سوق فهم. اين مسفرشتينس. بدك تقول النفي تبعها كاين مسفرشتينس. طيب الجملة السادعة كاين بمعنى ايماءة. او حركة ارأس يعني كان من هنا توفي تحت أوبرال. أوبرال في كل مكان النفي تبعها يعني ولا في اي مكان. يعني هذه الايماء لا يستطيع احد افهمها في اي مكان. طيب الجملة الثامنة يعني أنا أجد ردة الفعل طبيعية حاطين النفي تحت يكون النفي تابعها الجملة الثامنة يعني إذا طالما تحدثنا عن سوء الفهم حول هذه النقطة حاطين النفي تحت يمر يكون النفي تابعها يعني IN بالألماني بعدين A يعني أنا أجد تصرفها متسامح جدا النفي تابعها يكون يعني بدك تحط آخر شيء يعني طولارنت متسامح طولارنت غير متسامح طيب بس أقول لكم النفي مرة أخرى شون أين مال بكون النفي تابعها نوخ ني مت بكون النفي تابعها أون ادفاس نفي نيشت يمند نفي نيمند نوخ نفي نيشت مير أين مستفرشتين نيش نفي كاين طبعا يعني الأين بكون النفي تابعها كاين طيب امار امار كون النفي تابعها ني طولارنت انتولارنت طيب يعني حاطينه مجملة إش هبانوخ ني إذا بتحب تحط كتكملة صراحة أنا مش خاطر لإشي حالي نوينش قاتب إشي يعني يعني في تكون فيه فالمفروض أنه تبحثوا طبعا الأفضل كلما واجهك تمرين يعني أنك تحاول تحلو مشان يكون عندك آخر شي يعني رصيد لغوي ورصيد من التمارين بحيث بس تروح المكاء على الامتحان يعني ما يكونش عندك إشكال في الامتحان طيب خلينا نتقل على التمرين سي طيب بقولك بمعنى بداية الكلمات نهاية الكلمات يعني قم بملاحظة بداية أو نهاية الكلمة التي تقوم بنفي هذه الكلمة يعني كاتبه لك مثلا عربايتس بمعنى عمل بس يصير عربايت سلوس يعني فاقد للعمل طيب لانتولورانت بمعنى متسامح بس يوم تجي ان أول شيء قبلานت 왼 المتسامح طيب احتمام انترسى تصير غير مهتم او غير اهتمام طيب توبش بمعنى نمطي أو اكتيادي اتوبش بصير غير نمطي أو غير اكتيادي ثيب بيربال تكون بمعنى حرقى منت Пом Lag apparعني بمعنى غير حركى Legal بمعنى قانوني Illegal بمعنى غير قانوني طبعا أنا قاعد بقول الكلمات سيكون بمشي بسرعة لأنه واضحة يعني الكلمات أو الحروف اللي قاعد بتم فيها يعني مثلا بالنسبة للليجال هي ال-E وال-L الأول كلمة Illegal طيب ريال حقيقي مثلا الريال بتصير غير حقيقي طيب فيرشتين فهم مس فيرشتين عدم فهم الكحول في عندك الكحول في الكحول الفراي الكحول يعني أو فيك تقول مت الكحول أو الكحول الفراي يعني الكحول فيه كحول الكحول الفراي بدون كحول طيب Inhalts Lair Inhalts بمعنى محتوى Inhalts Lair فارغ من المحتوى طيب Nischte Schwimmer Schwimmer بمعنى سباح Nischte Schwimmer غير سباح طيب Fairstainness بمعنى فهم Unfairstainness عدم فهم طيب كفالفتسيرن مؤهل disk فالفتسيرن غير مؤهل أو كفالفتسيرن مؤهل disk فالفتسيرن غير مؤهل طيب حسنا ننتقل على التمرين الخامس بقول لك Position for Nischte أو موقع كلمة Nischte بقول لك مركين Sie Nischte in den Sätze 1 bis 5 Und Orden Sie die Zätze den Regel zu يعني قبل بلاحظت موقع كلمة Nischte في الجمل من 1 إلى 5 وبعدين نرتب هذه الجمل يعني كانت بي مثلا Ich habe das Nischte verstanden يعني أنا لم أفهم هذا أو Ich verstehe das Nischte أنا لا أفهم هذا كمان نفس المعنى الجملة الثالثة Sie diskutiert Nischte mit mir يعني هي لا تقوم بمناقشتي بمناقشتي طيب الجملة الرادعة var z im Sheena nine z var Nischte dort يعني هل كانت هي في الصين لا لم تكن في الصين طيب z find it miss verstehe Nischte in den Sätze Nischte in den Sätze هي تجد عدم أو سوء الفهم غير مريح طيب طبعا هم التمرين الخلاص بعدين نحطين بقول لك بدي يجي موقع كلمة nine هون قلت بي مقول لك negation imsats يعني موقع ما في في الجملة مقول لك when nicht ein ganzes das ver nine steht is يعني عندما تقوم كلمة nine بنفي الجملة فأنها تكون موجودة فيه أول شي am in der this das يعني عندما تقوم بنفي هذه الجملة وين بتكون بالنسبة يعني للتمرين الخامس اللي ذكرنا هنا أول شي يعني ishaba das nicht verstanden أو ishaba ishversteed das nicht طبعا صراحة نحن حاليتن هنا أنا لحالي فما نحن تأكد إذا كان الحال صح ولا لا فالمفروض تبحثوا يعني إذا كان هذا الحل خطأ عادي الحل تبعكم فجوز يكون الحل تبعكم صح لأنني قاعد بحل حاليا اجتهاد من عندي وانا صراحة القواعد من الزمان قريبت هاي طيب المهم مثلا am in der this that يعني عندما تكون في نهاية الجملة بالنسبة لأي واحدة هنا صراحة شفت ishversteed das nicht يعني شفت اضبط جملة يعني الجملة رقم اثنين تضبط مع هاي am in der this that طيب الجملة الثانية او الحالة الثانية بقول لك for dem zweit entail der that sklammer يعني قبل الجزء الثاني من الجملة من الجملة that sklammer وانا اشتكد من معناتها طيب بقول partsib infinitive trim bar verb tell يعني الافعال العكاسية صراحة انت ريخ فارغة او حاطرون الرقم واحد احتمال يكون الرقم واحد بس مش اكيد يعني طيب احنا قلنا نقول انه هو الرقم واحد بس افترالة طيب الجملة اللي بعديها او الحالة اللي بعديها وانا تيجي لقلمة ناين يعني قبل الصفات يعني صراحة نحاط جملة رقم خمسة هي يعني هي تقوم او تجد هي سوء الفهم غير مريح نحاط يعني قبل احرف الجر وتكملت احرف الجر يعني صراحة حطيتها جملة رقم ثلاث يعني هي لا تقوم بمناقشتي طيب يعني قبل المعلومات يعني لتشير الى المكان كمان كأنه مثلا هاي جملة رقم اربعة طيب اخر شي كاتبين هون بقولك عندما تقوم نيش بنفي جزء من الجملة steht اس direk فور diesem سات يعني تكون مباشرة قبل بداية هذا الجزء من الجملة مثلا كاتبين نيش 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 هات دس erleبت سنن ار فوين زي هات دس نيش هوت erleبت سن در جس طيب يعني اول جملة مثلا معنات بقولك انه مش هي لم تقوم بمعاشرة الحالة وانما صديقتها بعدين كاتبين زي هات نيش هوت erleبت يعني لم تقوم بمعاشرة هذه الحالة اليوم وانما في الامس طيب هاي التمرين الخامس التمرين الثالث بقولك يجدر كل شخص يقوم بملاحظة جملة مع او بدون نفي بعدين يكتب هاي الجملة مع اه شو اسمه مكتب على تسيتل او برقة صغيرة بعدين يقولك كل هذه الأوراق يجب ان يقوم بخلطها ثم يقوم واحد بسحبها يعني كل واحد يقوم بسحب واحد بعدين يقولك لازن دي دين زي بقراءة هذه الجملة يعني قم بقراءة هذه الجملة وقم بقراءة العكس يعني مثلا كاتبين ايش فار غير ارلاو شو عكس ايش فار نشت غير ارلاو ايش فار نشت غير ارلاو طيب جملة ثانية مثلا يقولك ايش هاب داس نرغن فو دي زي يعني انا لا قم رؤيت هذا في اي مكان ما نرغن فو قلنا عكس شو هو يعني ايش هاب داس ارغن دفو غزي طيب هاي كانت الصفحة الخمس صراحة مشكلة انه يعني اذا بنعمل صفحتين بدي يطول كثير فخليني صفحة صفحة اليوم خبس تاش وبكرا او في وقت لاحق بتعمل الصفحة السطاش السلام عليكم